صح الصح صح 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 ماردنا يعني بالعادة إذا استضفنا شخص لأكتر من مرة منحس بإنه المحتوى مكرر أو منحس بإنه إحنا خلاص بطل عنا يعني هيك هل الانترست إحنا نتحدث معه إلا الأستاذ عمر صراحة كسر القاعدة بكل الأشكال هل إنه فعليا دائما في عندك يعني كل ما هو جديد بتطعط الناس معلومات مفيدة بما يخص هانتك ماركت هالشركة الرائدة في مجالها اليوم رح نحكي عن المعرض الأردني للفوريكس أول شيء صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك نورتنا أهلا بك أسهد صباحك أهلا بك وين رح يصير المعرض رهوفة وإن؟ والله هذا المعرض حكيت لنا عنه بالمقابلة الماضية وإحنا كنا متشوقين نعرف عنه أكتر هذا المعرض رح يصير بفندق موفم بيك عمان يوم 17 و 18 9 2019 وطبعا شركة هانتك مايكتز رح تشارك به إن شاء الله عمر حبي نتعرف منك عن أهمية إقامة هالنوع من المعارض في الأردن وأثروا على الاقتصاد بشكل عام تماما لا يعني لما نيجي نحكي عن معرض للفوريكس مخصوص بالأردن وهو مش أول معرض بيصير بالأردن لكن من المعارض اللي صارت بعد إجراءات الترخيص بالأردن هذا إن ذلك هو يدل على إنه في مصداقية كاملة خاصة إنه المعرض كمان برعاية هيئة الأوراق المالية الجهة المرخصة للتداول بالعملات الأجنبية بعض المشاركين في المعرض جهات من خارج الأردن عالمية إجت على الأردن عشان تشارك في المعرض هذا بعطي شكلة تانية إنه المناخ آمن عندنا كمان بالأردن للاقتصاد إنه وجهة العالم كلها صارت للأردن من ناحية الاستثمارية لصد إنه إحنا بنحاول نركز نخلي الأردن هي المركز لتجارة من هذا الشكل في الشرق الأوسط يعني كتير ممتاز إنه بيصير معارضة إنه زي هيك تحت رعاية هيئة شركات مرخصة استقطاب شركات خارجية بعطي أمان أكتر للعميل للمستثمر اللي بدي يستثمر فلوسه في هيك شركات خاصة إنه إحنا في الزمنات كان في عنا شوية أحداث عليها بلبلة من هيك شركات صح هلا فيه ترخيص فيه معاملة مع البنوك مباشرة فيه أمان فيه ودائع وفيه كفلات تحمي العميل من أي إشي فبقدر المستثمر يجي على المعرض ويشوف الهيئة الجهة المرخصة والشركات المرخصة ويزور جناحنا لأي استفسار بدي إياه وطبعا كتير بننسأل عن الحماية الأموال والرخص مضبوط وحماية المستثمرين المتداولين بالضبط هذا النقطة يعني أي واحد على قبل ما تروح أي مكان ادخل على موقع الهيئة بتشوف اسم الشركة موجودة إنه مرخص مع رقم الترخيص أيوة للمصدقية بالضبط فهي مصدقية عالية لأنه نتواجد في معرضة هيك في الأردن نعم في مفاجأة أنتم حضرينها كهانتك ماركت هلأ ما بنا نحرقها بس يعني يعطينا هيك هنس حصرية لصح صح يعني هو المفاجأة الرئيسية أنه اللي هو أي حساب بتتم فتحه خلال المؤتمر والمعرض إلو الفروقات السعرية كتير قليلة ولمدة سنة أشتغل عليها اللي بيجي عندكم سبعتاش وثمنتاش تسعى بالضبط طب أنا بدي أسألك هو أي حدا بيقدر يجي على المعرض طبعا هو للكل إنه هو مفاجأة لدعوة عامة دعوة عامة للكل نعم نعم دعوة عامة للكل إذن الفروقات رح تكون السعرية كتير قليلة لمدة سنة لمدة سنة للحساب 17 الشهر بيضل لـ 17-9-2020 والله يا محل زي يا جماعة وطبعا فيه كمان هدايا نعم لكل واحد بيزور الجنح تبعها خلو كتير من أي ساعة لأي ساعة المعرض من أقول للناس من العشرة الصبح للساعة سبعة من العشرة 18-9 ساعة بي موفم بيك عمان اللي هو كان الهديين صابقا صح من العشرة الصبح للساعة حلو كتير على فكرة والله من خلالك يا أستاذ عمر من نوجه تحية لإدارة موفم بيك عمان هذي كمانا شبت الست ليالي النشاشي بيعتباني علينا ما نعرف إنه ما رحنا ارتلا كان عندنا ظرف بس إن شاء الله هذا المعرض يعني دلالي على طبعا أثبت موجودية بفترة سريعة بي العاصر طبعا بهكي رسالة منك وأنت المحفز دائما لكل أشخاص اللي حابين يدخلوا في عالم التداول بنرجع منكرر يعني قد يبدو تقليديا السؤال ولكن لازم نركز دائما على نقاط قوة هانتك ماركتز لأثبتت موجودية في السوق الأردني خلال فترة زمنية قصيرة شو بتوجه لهم رسالة يعني أنا بنصح كل واحد بدي يشتغل سواء في سوقنا أو بأي تجارة بالعالم يتعلم شو بيشتغل اتعلم بعدين اشتغل صح التعليم مجاني التعليم مجاني التعليم مجاني للجميع أيضا للجميع ما عندنا واحد مستوى عالي مستوى كذا صح وتعرف ما بتعرف بتقدر تتصل على الشركة وتحكي معنا وتأخذ موعد وعلى استعداد نقطة فردي كمان كمان يعني مش بدرون بالضبط يعني من الصفر اتعلم بعدين اشتغل لما بتتعلم وبتشتغل ما تشتغل بكل فلوسك اشتغل بكميات قليلة ما حدا بجبرك تشتري بكل فلوسك دائما اشتغل بكميات قليلة ما توداء الف دولار وتشتغل بالألف اوداء الف بتقدر تشتغل بعشرة دولار تقدر تشتغل بمئة دولار تقدر تشتغل بأشرين دولار ما حدا بجبرك اذا اشتغلت بالألف كاملة فانت عندك gold بالمقابل في high risk اكيد تسعمية المية ما بتعوض تسعمية بس الالف لو خسرت مية تسعمية بتعوض مية صح هاي الفكرة بالتجارة انه انا ليش ادخل بهذا الريسك ليش اخد هاي برفت وهاي ريسك لأ انا بشتغل بعشرة بالمية بالماكسيمم مدروسة نسبة مدروسة بالضبط من رأس مالي من رأس مالي اللي انا بدي استثمره نعم عشان احس بالعائد الصح واحس انه في استمرارية حلو ممتاز فهذا اهم اشي انه الواحد ما يطمع في شغلنا نعم اهم اشي ان شاء الله هذا المعرض بيكون معرض موفق جدا بمشاركة عدد من الشركات المحلية والعربية ايضا من الاقليم بدنا نرجع نذكركم بانه المعرض الاردني لفوريكس رح يتم بفندق موفم بيك عمان يوم 17 و18 تسعة لالفين وتسعة وفي مفاجأة من شركة هان تيك ماركتز لاي شخص بيفتح حساب تداول مع شركة هان تيك ماركتز رح يعطوكم حسابات سنوية بفرقات سعرية بسيطة من شهر تسعة لالفين وتسعة لالفين وتسعة لشهر تسعة لالفين وعشرين دائما وأبدا سعيدين بوجودك سيد عمر حسين مدير التنفيذ للعمليات في هان تيك ماركتز الاردن بستوفلك بالمؤتمر وان شاء الله لنا لقاءات جديدة